لا يمكن السماح بامتداد الحرب إلى إدلب هكذا أعلنها صريحة مستشار الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلند وكشف إيجلند أن روسيا وتركيا وإيران تعهدوا بتفادي الدخول في أي معركة من شأنها تهديد ملايين المدنيين في محافظات إدلب السورية ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة تجري تحضيرات للمعركة المحتملة رغم التعهدات وكان الرئيس السوري بشار الأسد حذر من أن المحافظة الواقعة شمال غرب البلاد ستكون أولويته العسكرية تالية وذكرت تقارير أن نيران المدفعية والصواريخ أصابت اليوم مواقع للمسلحين في المحافظة واقترح إيجلند تطبيق اتفاق لاستسلام المسلحين في إدلب كما حدث في مناطق أخرى لإنقاذ حياة المدنيين القيام بعملية عسكرية واسعة في إدلب سيتسبب في كابوس إنساني لأنه لم تعد هناك أي مناطق في سوريا يمكن أجلاء الناس إليها وطلبت الأمم المتحدة تركيا بإبقاء حدودها مفتوحة ليتمكن المدنيون من الفرار إذا تطلب الأمر وذلك لتجنب ما أسمته بحمام دم مرتقب في صفوف المواطنين السوريين وانتهت معارك كثيرة في سوريا باتفاقات تقضي برحيل مقاتل المعارضة وأسرهم إلى محافظة إدلب حيث تسبب تضفق النازحين إلى زيادة تعداد المحافظة إلى نحو أربعة ملايين شخص ترجمة نانسي قنقر